ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ويستfriedك التي تريد منه لا تقريب أن أمود لكم ولا تقريب أمود الله ولا تقريب الأمود لا تقريب أموده اموده إريدون تستخ Kerana لديك Lawrence كيدة للسرعة سبحاندى نبلي التدك أمود restrictive جو ستتقل على يسر وصلاة 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 وصلاة. كما يتلك المهددين للتطريب إلى ستعلم عن يسر وصلاة 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 وصلاة. وقال أيضاً عن الحبيب كامله. كان ستتقل على الـصفر عن القرم يبيل الله يسر وصلاة وصلاة وصلاة. فقال او دعاني الرسول لعجدك . if the messenger called me I will respond immediately when the messenger of the king came to Yusuf alayhi salatu wasallam and said come out from this prison you know the king of English he's a no ask me why I'm in prison what's the reason I want the guilty person or who are they me or them also the other lesson that you learn is Yusuf alayhi salatu wasallam when all these problems in the end always he was the one who forgives he forgives his brothers who caused him all these problems so you have to be forgiven doesn't matter how much how many times your brothers your sister your family or others hurt you the last lesson the end belongs to Allah it doesn't matter how the jadaabira and the difficult you know seems that they are the one who can try everything everything the end belongs to the believers as Yusuf alayhi salatu wasallam said in the end bazaatollahu khaira barakalau feekum please read surat yusuf study and learning get some lessons from insha'Allah ta'ala as we mentioned we have to اشتركوا في القناة الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاة اشهد أن محمد رسول الله 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 اكبر الله اكبر لا إله إلا الله اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واذ يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلموا الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلبون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المنقوب عليهم ولا الضالين ألف لا أمرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم من منذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم تهدوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويبتق الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنهم عليهم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا عن الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخفرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزعون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إننا كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضاركم به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي برية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله أكبر الله أكبر موسيقى 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأفسرون إن الذين آمنوا وعنوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع فليستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذينا أبادي الله وما نرا لكم علينا من فضل بل نغنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما ند بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تسدري أعينكم لن يبتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا يا نوش قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يؤويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريم مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مبرقون الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا الله الله اشتركوا في القناة 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 ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من تابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفي ولما جاء أمرنا نجينا هدى نجينا هدى والذين آمنوا معهم برحمة منا ونجينا هم من عذاب ظليم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل جبار عنيد واتبعوا أمر كل جبار عنيد وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا معدى لعاد قوم هود الله أكبر سمع الله لمن حبيبا سمع الله لمن حبيبا سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر رحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير هو أنسأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفرواه ثم توبوه إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوة قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي سك مما تدعونا إليه مريبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فعقروها فقال تمتعوا في داركم سلاسة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت أسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حميد فلما رآ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأرجس منهم خيفا قالوا لا تخف إنا أوسلنا إلى قوم لوطا وامرأته طائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مديد فلما ذهب عن إبراهيم الروم وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سين بهم سين بهم وطاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي لنا ركم شديد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي لنا ركم شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بطريب فلما جاء أم هنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وما هي من الظالمين ببعيد سمع الله لمن حَمِلت تعالى ما هي جسد سمع الله لمن حَمِلت اشتركوا في القناة 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 وهو يعيد له الجواب اشتركوا في القناة فيصحب اشتركوا في القناة 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 جوانس، نور، ورض، ورود، ورضاحة. إنه يقول أنه يكون محاولة أن تلك بخصوة وظائفة وعلاحية وصائفاتهم من الناس. وعلى سنوح، لديهم أتحدث. وحكرة عن النور، ومر أتحدث بأنه تسجيل في السابقة ومع ذلك مرضا حمد جهاز ومن ثم آخر ثم أن الله سبحانه وطعالا أخذتهم وقد وغلقوا في الأول ومن فصله بشكل مباشرة ونقصد يبقى كالوخ ومقصد يا أماي وقال علي الكريم موسيقى أن يكون أحد من المساعدة ثم أخرى كان يتساعد وقت وقت مع أخرى من المساعدة ثم نموح قال يقول الله من نبني من أجل من أجل من أجل لكن الله قاله إِنَّهُ عَمَلٌ أَيُبْ صَدًا يبدو أن هذا القرآن إنه الرسل إنه أحب داد إنه أطمر إنه جيته وكذلك آMúsica وأنا کانن pakaot رحلتنا classe وعليه السلام المترجم للغاية 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 شكرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله آمين وإلى مدين أخاهم صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوه إني معكم رقيب ولما جاء أمنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليه منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك الآية لمن خوف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخر إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأمن الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور الله أكبر سميح الله لمن حبيب لكم آآة сотفين الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مهلا الله آمين فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضر إنه بما تعملون بصير لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وثلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلمه وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ألف لامر تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصوا الرؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أهل عقوب كما تمها كما تمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم الله أكبر الله أكبر سميع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر سمع الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أكبر موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتققه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ودي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يدعلوا في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بزمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أروا برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما وآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الله أكبر سمع الله لمن حبيبا سمع الله لمن حبيبا الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر سمع الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ضد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أوسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ وأعتدت لهن متكآ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوتهم عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القرار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأبابكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيا وقال للذي ظن أنه ناد منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعفذ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعفذ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد رحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله أكبر الله أكبر سمع الله أكبر اللهم اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك وتعالي اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبغار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ضراما ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر